صباح الخير او مساء الخير يا برج الهوت. فهنبدأ ببرج الهوت القراءة العاطفية. وان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله. تعب نشوف الطاقة العامة لبرج الهوت وللشريك كمان. ده بحدك قوي. بحدك قوي قوي ببرج الهوت يعني مش زار. ده عايز عايز بجد يعني عايز بداية جديدة. عايز بداية حقيقية. فعلا هو شكله كان بيستهبل مثلا كان بيستهبل كان بيتلكع معك. كان مسلا تقوله ازيك كييرد عليها بعد يومين مثلا يعني. الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينكو ده ينتهي بقى بالظبط. احنا بيننا تباعد بنكلم بعض في الاحلام. على فكرة هو بيحلم بيك. ولما اقول بيحلم بيك مش لزم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى عالحصانة بيض وقالها لا بقى الكلام ده ممكن يكون دي احنا بيك بيشوفك مثلا في لقطة في الحلم كده فعايز ياني التباعد ده بقى وفرصة جديدة نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى انا بادق بجد بادق بجد الشخص ده تقريبا زي ما قلتلك كان مخبي مشاعره كان قافر على مشاعره وحطتها كده جنبه وبيرفضك بيصدق فانت ازهقت قلت له خلاص يا عم بقى لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى خلاص اهو انا حكمت بالعدل لانا جاي لك ولا انت تروح لي وسلام عليكم وعليكم السلام وانا اروح لي اشوف لي بقى حد تاني اتدي له الحب اللي عندي ده بقى ما خلاص بقى خلصت ساحة من النوم ملاقش انت مشاعرك زي السامن انت ممكن تكون لما هو يجي لك انت هتبقى فرحان قوي بس انا هقولك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتبين بقى طبعا مقبر بالحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيبتنك بقى هتبقى فرحان وسعيد جدا ولكن ممكن تكون مثلا يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس معلمه درس هو يعني 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 يسبني ويمشي اه شفت شفت اه انت تعبان قوي يا برج الحوت تعبك قوي 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 تعبك قوي انت كمان انت تشافيت انت تتشافى انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة بس ممكن تكون مثلا رائبته مثلا فلاقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاه طب يا عم انت بتكلم وبتكلم ناس تانية طب يا سيدي ما تفاهمني حقيقة مشاعرك ده ايه لا ما بيردش وانت عندك حليل شديد قوي ليه مع انك واخد العشر صيوف بس برج الحوت بقى نعمل في ايه القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب وخلي بالك هو شاعر ان انت انت الحب الحقيق انت الحب الحقيق ما تخافش انا عارفة ان برج الحب بينذن جدا على الحاجات اللي اديها للشخص مسلا اديت اهتمام اديت ايه حاجة ما تخافش الكرة في ملعبك انت انتظرته كتير قوي قوي انتظرته يتعدل مرة واثنين وثلاثة قدت له تندهات مرة واثنين وثلاثة لغاية ما قلت بس كفاية عشر صيوف كتير قوي يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي المضوع تقول له مع السلامة بقى كفاية كفاية بقى انا خدت عشر صيوف الدهري اخي وانتظرتك بينه فيك كفاية بس بينه بينك انت وحشني يعني حرام بقى طب هو شايفك ازاي شايفك هو شايفك عرض بس بس عرض هو مش حوار كبير ولا زوار بس هو شايفك فرصة تمام فرصة انت فرصة 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 حلوة بكل النواحي بقى انت فرصة حلوة فرصة اه شكلا اه وشايفك ان انت شخص يعني جذاب جدا وانا انت كنت مقدم له عرض حلو قوي يعني هو شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدموله عرض صادق مش اللي هو ايكلام بس عرضك كان صغير يعني اللي هو كنت داخل اه بس مش قوي كنت داخل معه قوي بس هو أنت برضو شخص جزئ شايفك فرصة شايفك فرصة فرصة حلوة فرصة مش ايكلام يعني في المقابل انت شايفو كينج اف سوردس تقى الهوائية غالبة قوي هو الماءية برضو الكنجاف سردس شخص زي ما قلتلك جامد في المشاعر قوي بيخب مشاعره ودايما دايما كلامه تقيل يعني وتحس ان هو انا اسفة في الكلمة غبي يلا غبي غبي في التصرفاته ومش بيوزن التصرفات ممكن يرافع سيفه على اي حاجة اي حاجة رفع سيفه يعني ايه عمي طب ما تاخد قد لها ما باخدش ود طب ليه انا عملتلك ايه لها ما باخدش ود انت شايف ان هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برج الحوت الظاهر والله اعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان الشخص ده كان عنده ازمة وبيحله ده كان سبب التباعد ان هو كان عنده ازمة والازمة دي كانت مخلياة كده ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلاسية وهيتخلص من الطرف التالت ويجيلك هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه يعني اروح لده ولا اروح لده وكان محتار هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه طيب انت يا عم انت العايز تقدم لي كاس الحب انت بقى تعمل ايه ايه الفرصة ايه ايه مش الفرصة ايه اللي بيفكر يعملو هو 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 ندمان جدا قوي ندمان لدرجة انت متى تخيلهاش وانا عارف ان في ناس تقول لي لا 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 ده عمره مبقى ندمان مش بيبين بص انت شايفه ازاي دي اللي انت شايفه ده حقيقة هو ده اللي بيزهره للناس انا جامد انا قوي انا ايه ولا بقصر معي ولا ولا ايه حاجة الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي ممكن يكون هيرجع بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك لان انت مقابله باللافرز انت بتحبه وبرجل الحوت قوي مسلا مش عارف اقولها لك ازاي بقى يلا فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا عامل ايه ازايك مسلا متكلمش كلام مباشر تمام يعني حتى هنا شخص نخبي نخبي مشاعره فهو هو ممكن يرجع ولكن اه هيرجع اللي هو مش مش الرجوعه اللي هو ايه مسلا انا يلا نجاوز دلوقتي او يلا نرجع دلوقتي حالا لا هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب انت هتعمل ايه لانه الشخص ده شكله اه عنده كبريق علي قوي قوي يعني مش زور ويحبش حد يجراحه ولا حد لو برج الجوزاء بل انا بقوله ده صحة اه بالزبط اهو شوف الكاركة التالت كانت علاقة سلسية كانت علاقة سلسية زي اللي انا قلته بالزبط فيه كرار هو خده الشخص ده يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص وبعد كده تبين لي ان الطرف ده اي كلام وينها العلاقة دي كان في علاقة كارما شخص ده كان في علاقة كارما لو انتم ما تعرفوش فممكن يكون كان في علاقة سلسية كانت في علاقة كارما شخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار شايفك ان انت ممكن بص بقى ركز معي من البيج اوف بانتكلز للكينج انت البرنس شوف انا لفقت انا لفت على كم واحدة ورجعتلك انسي في الاخر انا شفت كم رجل ورجعتلك انت في الاخر فهو عايز الاستقرار بس لو ورجع هيرجع كده عشان ما تستغربش مش هيقول مشاعر خالص هو الاول هيجس النبط مساء الخير مساء النور عامل ايه او عامل ايه متعرفش نعمل ايه اصل الفوتة السعارة عمالها تعيض والفوتة الكبيرة الام مش لعيه بس هو اده اللي هيقوله انما ما تتوقعش ادخل يقولك انا بحبك لانه بص اي كلمة عجل هيطير لانه يعني مش عارف يوري وشه منك انت شاكله معه طعنك عشر طعناط هو عارف هو عمل ايه كويس قوي عارف هو عمل ايه كويس قوي وعارف انه كان مبيع فرصة من ايده بس انت بقى مش هتسكت انت هتقوله انت لسه طاعتين ده متعيط يلا يا عم يلا عم انا بحبك زلافرز انت هتبايله مشاعرك على طول ممكن ولا هتعمل ايه تعالى نشوف كده بس برب الحوت هو وحشك قوي يا برب الحوت وانت هتفرح بيه قوي بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلطت في حقك وتعالى نصلح العلاقة اه انت اش معقول يا برب الحوت كده وبعدين في قلبك الطير ده بقى نعمل فيك ايه بقى الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة 7 وانت هتقوله انا هشفيك انا هخليك تتشافي الشخص ده هيجي يقولك انا تعبان تعبان قوي انا غلط انا عادف انا غلط حتقوله ولا يهمك ممكن تتعبو بص ممكن في الاول تعمله الوش ده ممكن تعمله ان انت مش واخد بالك منه مثلا اول هو اهلا مسهلا تفضل تفضل اهلا بيك يا خوية اهل اهل تفضل اه ها 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 خدت ايه ها خدت ايه من انت روحت لها وكده مسلا ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايسش فيه في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه لتوقع مروحك ما تكدبش ع نفسك بقى ما تكدبش ع نفسك اكتر من كده اهو انت جواك دي خطوتك خطوتك ان انت ترجع له تاني لان انت شايفه الاستقرار هو شايفك ال king of bandkins وانت شايفه العشر كوبات احنا متفقين انت متفقين ده رجوع لا محال دي خطوت اللي هو ايز اخدها لو هو اخدت الخطوة دي انت هتاخد الخطوة دي ماخدش الخطوة دي انا مش اخده الخطوة دي بس بكل بساطة طيب بص بقى هو الان من ايه اللي قالقه او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جيت مثلا وقدمت عرض اللي ممكن يحصل بص بقى عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض عشان كده مش عارف يوري وشه منك خايف يرجع مع انك بتحبه بس واخد يرجع عمل بلاوي الشخص ده عمل بلاوي ايا كان ان عمل بصوى عمل بلاوي بلاوي دي نسبالك فخايف يقدم عرض الشخص ده عنده كبرياء بشع فخلي بالكم عشان ده او زي ما قلتلك هتصده جامد هيجري هيجري فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه يزعل بقى هو يزعل دايق بقى انت عندك عروض تانية على فكرة بس انت كنت منتظر عرضه وكنت منتظره ومرجعش وخايف ظنك كتير قوي سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها يعني هي هتقدل هتقدل مني ان هي ترجعني يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه بتعمل فينا ده كله هيقبل يكلمني مرة تانية او خايف كده مثل انت شايف عكس كده انت يحية غريبة يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي يعني ايه ده فيه ايه على فكرة ممكن تكون القراءة عكسية وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد وانت بقى اللي ندمان بس ايها معتقدش ان انت اللي ندمان معتقدش يا بورب الحوت بورب الحوت مبيندمش على اي حاجة سابها عموما يعني ده طلعت لك مقلوبة وده كمان مقلوبة يعني الورق انا عدلية لا مش عدلية تخيل يلا جات مقلوبة وكويس ان هما جوا مقلوبين شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت ازاي خدت الورق مبسطتش فيه وكرتك هنا كمان بص يا برج الحوت دي من عند ربنا على اسمش هتكلم تاني شخص ده كان بيتلاعب بيك مش في الاول مش بيتلاعب كان بيتنلص منك تيجي تقوله ازاي كعمل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام احمد الله كويس كان كل ما تقرب منه يبات قرب يبات الالقاء دي كانت اوف اون لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة تكلمه تلقيه ويتنجي مع واحدة مثلا تكلمه هتلاقيها مثلا عملة لايك لواحد مثلا اي حاجة المرة دي عايز يجيلك بعرض عرض حقيقي عرض مش هجدد عرض كل حب انا حسبي امتك انا مش هجري منك تاني انا بحبك من الاخر انا عايزة شيب بقى اللي حصل لي شخص ده يا اما هي حاجة من حال تاني يا اما هو في عنا سبته بعض وهو اكتشف امتك يا اما دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية والطرف التالت بالمعنى الاضطي كده مش هاجة اقول الكلمة علاوة بس هو خد الصابونة طيب اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت هو خايف منك ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله بازن الله في الشعر لو انتوا رجعتوا لبعض من في شوية عتاف في الاول الحركات دي كلها فهتبقى علاقة جميلة مش عراقة ثلاثية لا 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 هتبقى عداء في احتفال هتحتفلوا مقلوبة دي ولا ايه لا سري اوف كابس هتحتفلوا ممكن ممكن اه ده ممكن يقول لك ايه ناعز اتجاوزك يلا يا عم يلا يا عم نتجاوز يا عم انا ما خلصت خلاص شخص ده عايز اتجاوز هالفكرة شخص ده عايز يتجاوز لان اه ايه بقى هو ده هو ده هو ده هو ده الكلام اللي يفرح شخص ده عايز ينهي الماضي يقفل صبح قديمة بقى اقفل بقى يا برب الحوت بقى اقفل وركز معي كده ركز ده نتوقع مروحك يا عم دي العلاقة هي دي انا 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 شايفك لو انت واحدة شايفك والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت اكتشف ان انت تصمي بتاعه وبص بص الورقة بتكلم والله اهو انتوا توقع منروح وبتوقع بعض يعني مش يظهر الشخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عارف قلطته طيب اه لو لو رجع يا برج الحوت فين تصار ده ده انت حتك فل يا برج الحوت لو رجع تاني انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصعنة هتفرح بس هل برج الحوت اه مش عارفة يتطلع ايه اه في حد ما بينامش في حد ما بينامش ممكن يكون هو اوكي اه في كاس حب هيتقدم طيب حالي تمام طيب برج الحوت تعبه بهدوء ولا تكمل في هذه العلاقة اعتقد يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت ما تعد بيش قوي لا اعمل رجع الحوت هيبقى متكبر عليه بقى مع انت جيتلي في ملعبي اه انت خايف اه اش قلتلكم انا كنت شك ان في حاجة هتحسن لا 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 ليه كده يا برج الحوت ليه كده ليه الكوين الكوين ليه 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 انت هتديله كلام جامد او ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا يحصل مش بقول لك انت وعشان كده خايف منك ومش عايق بالزبط ومش عايز وره وشه خالص ده هو بيحسد الف حساب يجي ولا ما يجيش ده انت يعني شال منه بطريقة وعايز انتقب وعندك هواجز انت بتقول في نفسك انت انت في غريب او يا بابا بالحوت انت بتحبه وعايز معه جواز وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه بس هتحصل خناء هتحصل خناء وهتديله كلامي يعني جامد مش زر اللي هو بص بقى مرفع لك سيفي وجاي لك او انا لا خايفة منك ولا اي انتاش انا مش خايفة منك خالص ترجمة نانسي قنقر